الكارثة في يومها الثامن والاستجابة لاحتياجات الناجين في سوريا بعيدة جدا عن نطاق المطلوب فثمت جملة من العراقي لا تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقها في الشمال الغربي في هذا الاختبار الأخلاقي الحاسم شكلت المنافذ الحدودية تحديا كبيرا فحتى اللحظة يعد معبر الهوى مع تركيا الشريان الوحيد للمساعدات الإغاثية الطارئة للمتضررين في محافظة إدلب بيد أن الحاجة ملحة إلى منافذ أكثر وهو ما دعت معه واشنطن مجلس الأمن إلى التصويت في جلسته المقررة اليوم على قرار يستجيب لدعوة الأمم المتحدة للسماح باستخدام معابر حدودية إضافية لإغاثة المنكوبيين السوريين حتى قبل الزلزال لطالما وصفت الخريطة السياسية في سوريا بأنها حقل ألغام للعمل الإنساني ويبدو أن ضرورات الإنسانية الملحة للكارثة لم تتوفق أو تتفوق على الحسابات السياسية تتهم الأمم المتحدة هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة بعرقلة نقل المساعدات في المقابل يوجه خرون اتهامات للسلطات السورية بتوجيه المساعدات الدولية صوب المناطق الخاضعة لسيطرتها في استغلال سياسي للأزمة وفق تلك الاتهامات وعلى خط هذه الاتهامات تشدد الاتحاد الأوروبي على سعيه لضمانات كافية للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وينفي أي مماطلة أو تقصير في نجدة السوريين ترجمة نانسي قنقر